إذا مالك بيستعيد حقائب أحزاية لعبته المفقودة إيه رأيك في الموضوع ده؟ رأيت لي مثلاً يعني مثلاً أنا كلعيب كهورة وإنت كلعيب كهورة رايح ومسافر وعندك ما تخدهش لي في شنطتك ولازم أدالي العامل وحطها يشحنها وبعد كده ممكن تيجي ده ما يعمل عشانك كتير راحت بسبب الكلام ده ما تحط سلاحك في إيدك أو معاك يعني لأنه هو ده سلاحك وإنت هتلعب حفي تقدمين أهم الأساسيات اللي أنت بتعطاها في شنطتك فعندما دلوقتي هم بيستسهلوا الرجل اللي مسافر معاهم بيدلوا كل حاجة وهم ماشيين بهواء طب وليه تطلع أصلاً كان اعتراضي مبارح أنه ليه تطلع أصلاً على وسائل الإعلام والصحافة وتم تدوله ليه خبر زي ده الشوق الشوق الشوف إيه يعني أنت عارب الشوف إيه ده مش حاجة كويسة لا لا ده تبرير عشان لما الفرقة يحصل حاجة يبقى إيه أصلاً جزم بتاعته مضاعد يعني دي شمعة آه طبعاً ده مين اللي بيفكر كده شوف بقى مين هو اللي طلع الخبر ده للإعلام هو اللي عايز يعمل الشمعة ده يعني شمعة وليه أقدم حاجة وحشة يعني ليه أنا بص إحنا تعودنا خلاص تعودنا خلاص يا مهيب وشمعاء إيه الجو ده بص تعودنا أن أي هزيمة ما ممكن تكون أنت من صح يعني كلامك غير صحيح اللي هو اللي أنت بتقول إن هي مش شمعة يعني طب طلعت ليه يعني هي طلعت في التوقيت ده ليه مش عارف طيب بعدين ده حاجة بره مصر يعني مش هنا مثلاً ده حاجة بره وبعدين بعدين هي يعني مش مطلعة يا البلد أمر حتى لو هي الأحزية دي ما لقوهاش مش عارفوا يجيبوا من البلد ما فيهاش توكيلات مثلاً يجيبوا منها جهزة ملقوا بيها المصر زيها يعني ما فيش معادي يعني طيب طيب